وهي أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذو كل اللي غلطوا بزاف والشيطان وعر يكلخ للإنسان باش يعصي ربي كي روح يصلي يقولوا ما زالك صغير عندك غير خمسين سنة عليك تروح تصلي كي توصل خمسة وسبعين بسم الله ما شاء الله ديرات راباج عوض قاعة ومسكين ممكن ما يوصلش أليس كذلك يكلخ للإنسان يقول ما تصليش ما تزكيش ما تديرش كده أخير أم بعد النهار اللي بغا يتوب يقولوا انت تتوب درك عوة خلاص سيطروط فاتك الحال هنا ربي يهضر معاه هذه الناس اللي يعصوا ربيه بزاف قال لهم قل يا عبادي يخطبهم يا عبادي ما سلبش منهم هذه الصفة الجميلة الجليلة قال لهم يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب قال لهم لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمة الرب إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني ربيه أنت يعفو ياك الشيخ موحند الحسين يصر ربيه عفو يشفو يرفو لا أنت يعاك وين يفغانا سيعفو وسيعفو وين يفغانا ربيه يشفو يعني يرفو لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا